الحمد لله الحجاب إذا لم يكن الحجاب الشرعي فهو على المرأة عند الله سبحانه وتعالى اليوم نشوف كثير من اللي يلبسون الحجاب هذه اللفة وتلبس البنطرون حجاب وبنطرون أو حجاب والثوب القصير أو حجاب وتطلع ساعدها أمام الناس أو حجاب والميكاب اللي ما يعلم به إلا الله ستتفاجأ هذه المرأة إذا انتقلت إلى الله بأوزار الرجال الذين نظروا لها بأوزار لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى وكم من امرأة الآن متندمة في قبرها على ما فعلت في الدنيا أنت تتبرجين لمن إذا كانت صاحبة زوج وعندها زوج تتبرجين لمن هذا اللباس اجعله لزوجك أنت لما خرجت تريد من ينظر إليك الله سبحانه وتعالى يعلم بالمقاصد بعض النساء إذا قلت يعني لها هذا الكلام تقول تبيني أطلع زين ومشولحة ومولحة الكلمات اللي تقال بين الناس أطلعين مشولحة ومولحة وادخل للجنة طيب ولا تطلعين متبرج وتدخلين النار ستتفاجأ هذه المرأة بأوزار ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى القبور ملأ بالحسرات واليوم عمل وبكر لقاء مع الله ونحن نشتكيكم إلى الله سبحانه وتعالى بما فعلتم بشباب الإسلام أن بعض الناس تركوا الدين وبعض الناس زاغوا من أجل أمرأة كاسية عارية طبعاً اللي تطلع شيء من شعرها أو شعرها أو تلبس هذه اللفة اللي تسميها العجاب وتلبس البنطرون وتحط الميكيب المكياج هذه كاسية عارية شأت أم أبت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعن الله الكاسيات العريات